كانت العيدية وما زالت من أجمل مظاهر الاحتفال بالنسبة للأطفال في عيد الفطر السعيد التي غالبا ما تكون مبلغا من المال يعطى للأطفال في هذا اليوم نعم جمال فهذا العرف اعتادت عليه كثير من الشعوب لما له من دور في إضفاء السعادة والبهجة والسرور على قلوب الأطفال بابتسامة مشرقة وقلوب فرحة ينطلق أطفال البحرين للاحتفال بالعيد السعيد فتفتح لهم الأبواب ليحصلوا على العيدية على اعتبار أنها جزء أصيل من عادة العيد ومصدر أساسي لإدخال البهجة والفرحة في نفوس الأطفال في هذه الأيام المباركة من يوم كنت صغيرة كنت أنتظر العيدية ويفرحونا ويعطونا يدتي ويدي وخالاتي وعماتي يعني العيدية الشيء يفرح وننتظر العيد عشان نحصله أحب العيد والعيديات والتيمع مع الأهل وعمامي وخوالي وأحب العيدية ونعيد على الجيران وكل مكان وأحلى الأيام العيد العيد عشان نتسمع بيت أهالينا ويدتي ويدي يعطونا العيدية ونروح عند الجيران عشان بعدي يعطونا العيدية ينطق عليهم بابا يعطونا العيدية نجور يداتنا ونجور أهلنا ويدتي الله يحفظها تعطينا أكبر عيدية من زمانة أنطر على العيد أبي يعطوني عيدية أبوي وأمي يعطوني وخوالي يوم العيد ويد حلو لأن يوم العيد يعطونا عيادة وأنا أستانس في العيادة بفرحة الصغار يسعد الكبار فللأطفال فرحة خاصة في هذا اليوم وتحديدا في لحظة حصولهم على العيادة التي تجعلهم ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر في كل عام فالعيدية لها أحساس مختلف خصوصا عندما تكون من الجد والجدة أسرتي كلها تقريبا مجنة حماد من عراض ومن قلالي ومن غيره دي قعدون عندي في البيت وغيره دي يستانسون ودي وعطيهم العيادة ويعيدون علي فرحة العيد فرحتي أنا عن الدنيا كلها والحمد لله ينتقهون ويقومون عدياتهم ويرحون بيت ثوني رحون هقومهم الثوني هقيداتهم يعني دي لينيو بسرعة بقياقهم العيدية عشان يستنسون أكثر وكثر يستنسون بالعيد لأنه ماما يعني الصراحة ماما يروحون من كونوت بس دي لينيو عندما يستنسون ويأخذون عيلياتهم ويفرحون أجواء عائلية ومشاعر جميلة تطفي على أجواء العيد لمسة خاصة يستشعرها الكبار بابتسامة الصغار ومن هنا تجد كل بيت في البحرين يوزع العيدية بأوراق نغدية جديدة ليسعد بها الأطفال في أيام العيد السعيد لا تكتمل فرحة العيد لا بالعيدية التي ارتبطت في أذهان الكبار والصغار ببهجة هذا اليوم فهي فرحة للأطفال ينتظرونها بلهفة في أجمل أيام السنة خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين